اشتركوا في القناة والحراس العامين والنظار ومدير الدراسة ورؤساء الأشغال وكذلك باقي الأطر إدارة تربوية احنا انتظرنا كثيرا وعادنا سيد وزير السابق كثيرا وخرج مجموعة هذه البلاغات مع النقابات في قاوة مع النقابات على أن هذا الملف سيطوى في القارب العاجل القارب العاجل كان يصرح بها الوزير السابق في كل المنتديات وفي داخل قبة البرلمان ومع الصحافة ومع النقابات على أن المرسومين سيخرجان الوجود في القارب العاجل القارب العاجل داما لأقصى من خمس سنوات وانتهت الولاية ديل هذه الحكومة السابقة فإذا بنا نفاجأ مرة أخرى على أننا مع وزير جديد بطبيعة الحال وكنا أيضا نعتبره خصوصا مع تصريحاته على أن الحوار مع النقابات مع ممتل الشغيرة التعليمية والإدارة الترباوية إلى غير ذلك سيكون إيجابيا فإذا بنا حسب تصريبة الأخيرة التي وردت في لقاء النقابات مع مدير موارد البشرية حسب ما وصل إلينا فالملف فيه واحد تعسف كبير وفيه واحد عدم الإنصاف خصوصا بالنسبة للأطن إدارة الترباوية بالإسناد أي الموازن المزاويلين حاليا بحيث أنه كان مقصرح ديال أنه سيتخرج المرسوم في 2022 الشيء اللي فيه واحد الانتهاك الواحد الحق اللي هو طويل وطويل جدا عبر التاريخ حيث هي حرام جموعة من أطن إدارة الترباوية اللي مرت عليهم أكتر من 24 سنة كالي خدم 25 سنة وهو يمارسه في الإدارة الترباوية وأيضا في نفس السلام أكتر من 21 سنة في نفس السلام فكنانا ننتظر على أنه هدف أهديس تنصف ولكن حسب ما ورد إلينا وما تصرب من النقابات في رقائها الأخير مع مدير الموارد البشرية لأن فيه واحد الحيف كبير وكبير جدا على هذا الأطن الإدارة الترباوية خاصة وأن هؤلاء الممارسون أو أصحاب الإسناد فإنه منذ الاستقلال كان هناك واحد الإسناد دي الإدارة الترباوية وتتلمد عليهم الكثير من الأطن دي الإدارة الترباوية وكنا من من الأوائل الذين طالبنا بإخراج المسلك خاص بالإدارة الترباوية في المعاهد دي التكوين فخرج ابتداء من 2015 وفإذا بنا نفاجأ على أن أولئك الذين كانوا تلامذتنا وكانوا وإلى الآن لازلوا يتدربون في مؤسساتنا تحت إشراف المديرين والحراس العامين والنظار فإذا بهم يتخرجون أحسن من المدراء الذين يمارسون والذين يتدربون على أيديهم فكيف يعقلوا أنه بالنسبة لواحد تتلمدى وتدرب عليه المدير في تخرج دي الله هو أحسن منه أحسن بواحد الحيف حسن على أنه في الوزارة بهذا المقترحات ديالها على أنه بحل أعطتنا واحد المساج على أنه انتهت الصلاحية ديالنا بطبيعة الحال كبوضراء مارسنا منذ القديم ومشي غي مارسنا فقط بالممارسة بل حتى احنا دخلنا بواحد بلونت روسيا منذ البداية ودرنا واحد البوحوت أيضا طيلة السنة التدريبية بطبيعة الحال ودرنا المناقشة ديال البوحوت ودرنا إقرار ميداني بمعنى كل هذيك الأمور اللي في دوزها في المركز رادوزها المديرين في عمليا في المؤسسة ديالهم وما ترسموا حتى دوزوا سنة تدريبية كاملة لذلك احنا نتصبر هذا هذا الشيء اللي خرجين به واحد إجحاف كبير فحق أطور مدارع أو لنوضار بيقتانا وتأهيلي راه تقول المرسم القادم على أنه خلصك تدوز 15 سنة على الأقل باش دخل الإدارة تربوية وعاد تدوز للسلام 11 في حين أنه بالنسبة التأهيلي كي يلي خارج السلام منذ 2006 إذن فاكين واحد إجحاف كبير وبالتالي احنا خرجنا الميدان خرجنا ندافع بل أرغمنا على الخروج إلى الميدان مرة ثانية بعد المعركة الأوتوبطولية السنة الماضية اضطررنا على أننا أو دفعونا إلى الخروج إلى النضال من أجل حقوقنا من طبيعة الحال التي هضمت ولا زالت تهدم وبالنسبة لنا نحن سنعتبر على أنه الوزارة أو الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة في هذا الإطار هذا الحكومة مدة قصيرة باش تم تعيين ديالها يعني والسلمة المهام ديالها وفي نفس المقابل ديالها لاحظنا نوع من تصعيد من جانبكم وشنو هو السبب اللي يجعلكم تقدموا على هذه الخطوات سواء على الصعيد الوطني أو على مجموعات ديال الأقالين بما فيه قطع التواصل مع المديريات الإقليمية إلى أخيره وشلمستوش هي حاجة اللي جعلتكم تقدموا على هذه الخطوات هذا هو اللي تقدمها في اللقاء دياله الأخير بعدما بدأ الاستعداد دياله سيد وزير على أنه الحوار دياله مع النقابات سيكون إيجابي وبعد ما تقدمنا له نحن كأوطر إدارة ربوية برسالة فيها المير الطلابية كامية لطبيعة الحال وما كنا نصبه إليه وكنا ننتظر على أن هذا المرسوم الذي وعدنا به الوزير السابق على أنه سيخرج ابتداء من السنة 2015 العطار دياله من تاريخ المرسوم ديال اللي خرج فيه الأطر إدارة تربوية ديال المسلك في المعاهيد وفي المراكز السكوين كنا ننتظر على أنه سيبدأ هذا المرسوم من ذلك التاريخ فإذا به تجينا على أنه سيكون ابتداء من 2022 سيطع هذا المرسوم السيد اللي اعتبرنا على أسنة سنوات بشتهباء طبيعة الحال وتحنا سنعتبر على أن الحكومة الحالية هي استمرار الحكومة السابقة كان على الأقل وعود يتقدم بها السيد وزير وعنده بلاغات رسمية مكتوبة كان عندنا بالإضافة لتصريحة دياله وكان بلاغات رسمية اللي كتقول على أنه بالنسبة الناس دي الإسناد اللي هما مديرين تيمارسو ممارسين الآن ماشي خرجين ديال المسلك على أنه سيحتسبوا لهم هذاك الإطار ديال المتصرف طرباوي بسداء من سنة الفين وخمستاش أي تاريخ خروج للمرسوم أو إصدار المرسوم الخاص بمدارس سكوين الآن تبنى لأنه كان واحد إجحاف وإجحاف كبير وإحنا تلوم محتى النقابات فكيف هذه النقابات اللي كانت حاضرة مع سيد أمزازي للوزير السابق في الحوار وخرجت معها البلاغات وتوافقات سابقة فكيف أنها ستقتنع بهذا الشي اللي تطع وتاني بسداء من سنة الفين واثنين وعشرين إحنا نطالب النقابات على أنها توقف معنا في هذه الملف بإضافة لملفات أخرى رها قناع الدم اللي هي كثيرة وكانت خمسات اللي ملفات حسب ما تصريح النقابات بالإضافة هذي اللي محسوم فيها العديد من النقابيين اليوم تيبان على أنه هذا الشي اللي كان القديم كامل ما ما كينش الآن نحن تيبان على أن الحكومة في عوض ما تحل المشاكل ديال الموارد البشرية فلا إصلاح ديال المنظومة العليمية والمدراسة العمومية ككل بدون الالتفات إلى الموارد البشرية واشت واصلت بالنقابات خاصة أن النقابات عقدات في الفترة الأخيرة لقاء مع الوزير يعني واش تواصلت معها من أجل طرح هذا الميل في هذا واش كانت تجاوب من طرف هذه النقابات بالفعل احنا منذ البداية من 2011 واشنا كنت عاملوا مع النقابات ومنكن ندروا المعارك ديانك تحضر معنا النقابات بل وتصدر بيانات مساندة لنا في مطالي بناء لغير ذلك تتحضر معنا في الأرض على الميدان وكانوا وحاضرين أيضا عندنا رسائل وعندنا هذه البيانات التي توصلتم بها بالصحافة مواصلة عند مجموعة ديال النقابات في اللقاء ديالهم الأخير حسب مصر الحالي لها مجموعة من النقابيين أيضا هم بتيرفضوه هذا الطرح اللي طرح الوزير الحالي مع مدير الموارد باشرية هذا شي رافض دياله وبالتالي راه اللقاء غايكون النهار سبعة معلول الوزير عاد باشي يقول له هذيك المخصرحات باشي يتم فيها البت النهائي او اننا نزيد ونصعد اكثر احنا املنا كبير على ان فهذا النقابات انها ترافع اكثر وعلى انها ما يحاولوش يدير لها ملفات اللي هي كبرى بحال لالتعاقد بحال اقل 30 سنة الحكومة السابقة هذي من الفات القبرى كتدير ههي الولى في الواجهة باش كتدير واحد البلوكاج على مجموعة المطالب اللي كتهم الشغيلة التعليمية ككل ومنهم اطار ادارة ترباوية نحن نتمنى انه هذ السيد الوزير اللي كان نعبر على انه سيمؤسس الحوار وسيكون حواره مع النقابات حوارا اجحاب حقيقي نحن نبلغ الرسالة لهذا السيد الوزير على انه لمسنا من خلال هذه المخطرحات اللي وردت على الموارد البشرية وفي لقاء مع النقابات في اللجان التقنية بن على انه هذا مصاج لنا على انه ربما احنا كأطار ادارة ديال المزاوين الحاليا لم تعد لنا الصلاحية وبالتالي احنا لابد ان نخرج لندافع عن حقوق احنا ما قدرنا جمعيات ماشي من اجل المواجهة من اجل ان نكون شركاء مع الوزارة التربية الوطنية ولكن ندفع هنا لنتحول من جمعيات مهنية الى جمعيات بطلابية احنا نريد نتفع هذه المشكلة لكي تكون لدينا نوع من الشركة مهنية مع الوزارة التربية الوطنية ونساعده خصوصا وان الوزارة مطروع الهامي في بات كوبرا لطرح جلالة الملك وبالتالي احنا هما الوزارة ديال هذه الحكومة هذه المستوى المحلي وعلى المستوى المؤسسات لذلك وبالاضافة للشغيلة التعليمية طبعا احنا اللي غد نفدو هذه البرامج من اللي قدم لها بذلك المشاريع المؤسسات المندمجة بما في ذلك التدابير الأولوية مزموعة هذه الأمور بما في ذلك القانون الإطار كل هاتش هذا كامل رها غد يمر عبر الموارد البشرية ومن ضمنها الأطر إدارية والأطر تربوية فلا 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 إصلاح بدون بدون كلفة مالية بدون كلفة مالية وجميع الدول المتقدمة تقدمت بفضل التعليم وفضل اهتمام بها بالتعليم بالعنصر البشري أساسا شكرا أخويا بارك الله وتحياتي شكرا من خلالك للصحافة المواطنة والصحافة التي تتابعنا ماشي الصحافة الأخرى والصحافة الجيبية بارك الله شكرا لك بارك الله شكرا